بسم الأب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين بداية بدي أذكر الأخت العزيزة الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب نورسات في عمان لتواصلها معي خلال هذه المدة للإطمئنان طبعا بهالفترة العصيبة اللي احنا منعيشها وأيضا بعيشها كل العالم وبنفس المواصفات من هلع وحزن وترقب وكيف أن الطب لا يزال يقف عاجز أمام هذه الجائحة الفيروس لكن أمام علينا إحنا كمؤمنين أن نبقى متمسكين بإلهنا بإيماننا المسيح والمسلم نسمع في هذه الأيام نصلي ويطلب وبنفس الكلمة وبنفس المشاعر يا رب ارحمنا صحيح أنه احنا في زمن الصيام اللي هو في طلب الرحمة والشفاعة فيا رب كن دائما معنا مع شعبك المؤمن في صومه في طلب الرحمة والشفاعة طبعا مثل ما بصير بكل الرعاية أنه توقفنا عن القداديس والصلوات لكن لا نزال إحنا في تواصل مع أبناء الرعية من خلال القداديس نطلب منهم شوفي عنكم نوايا نرفعها بقداسنا لما نصلي المسبحة نحاول أنها تكون من خلال تواصل اجتماعي حتى نصلي مع بعض نشجعهم بشكر ربنا لهالمحب المتبادلة الموجودة في هالرعية أنا باطمئن على صحتهم هم أيضا ما منتوقف عن رفع الإرشادات لهم طبعا شعبنا مؤمن الحمد لله الشعب هو مؤمن ويعلم أنه الحل بيدين ربنا ولذلك فقط بتشجعوا لما نصلي مع بعضنا البعض أنه في مؤمنين بيصلوا لذلك اليوم هو الأحد الرابع من الصوم نقرأ في الإنجيل بأنه أبو الولد المصاب بالصرع يقول ليسوع إن استطعت شيئا فتحنن علينا وأغثنا وكان رد يسوع إن استطعت أن تؤمن فكل شيء ممكن للمؤمن فصاح أبو الصبي لساعته بدموع وقال إني أؤمن يا رب فأعن قلة إيماني إذن نطب من الرب الإله أنه يعننا على الإيمان اللي هو السبيل الوحيد الشافي من كل أمراضنا من كل صعوباتنا اشتركوا في القناة